باشرت شرطة ديالة بعملية أمنية صباح اليوم في مناطق الوقف من ثلاثة محاور لتعاقب خلايا داعش تزامنا مع عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت في عدة محافظات بالتزامن مع عملية الإرادة الصلبة والتي تحدث لحد هذه اليوم في ثلاث محافظات في كل من الأنبار وديالة وكاركوك ارتأت قيادة شرطة ديالة وحسب توجيهات السيدقاء شرطة ديالة المحترم بالقيام بعملية محاذية لتلك العملية في قرى وبناطق ناحية العبارة التي تشهد بالحين والآخر بعض الخروقات نتيجة لكونها مناطق رخوة ولمنع تسلل الإرهابيين من حوض حمرين إلى حوض الوقف فيما أكد مواطنون بأن هناك مخاوف لدى الأهالي مع استمرار العملية بسبب كثرة البساتين في مناطق الوقف المتصلة بجبال حمرين ولا يمكنهم الوصول إليها لوجود العبوات والقناصة من تنظيم داعش هاي المناطق يعني هي تمتد منها قلت لك مثل ما بالبداية قلت لك منها هي توصل هاي على حمرين يعني منطقة ديالة شبيرة ترى مو منطقة محافظة صغيرة يعني ترتبط بصلاح الدين وترتبط منها بشسمة بالأعظيم هس عندك منها توصل للأعظيم مناطق شاسعة يعني رادلها فد جهد أمني ويعني عملية عسكرية كون واسعة التصفيات هس جيد جدا لوضاع بسامة داي عبرون على هذه على زهرة من نوكة داي عبرون على البساتين نصب كاميرات المراقبة الحديثة ونشر نقاط أمنية مكثفة في الطرق والبساتين المحيظة بمناطق الوقف لمنع حركة الإرهابيين من تنفيذ مخطراتهم الإجرامية أهم مطالب أهالي المنطقة من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية